طيب فضل الشيخ الآن هذه الأحكام التي ذكرتموها هل هي مقصورة على المريض المصاب بالمرض المعدي أم هي تنسحب أيضا على المشتبه بإصابته بالمرض إذا ظهرت عليه الأعراض مثلا إذا ظهرت الأعراض فليتأكد عليه أن يتأكد إذ قد تلتبس ببعض نزلات البرد على سبيل المثال أو بعض الأمراض التي ليس منها خوف عليه ولا على المجتمع فبعض نزلات البرد تصيب الناس عادة هذه لا تغير في الأحكام الشرعية لأنها من مألوف الأمراض التي لا تفضي إلى تلف لا تفضي إلى أضرار كبيرة فليتحقق وليتثبت وليتبين وقد فهمنا أن هناك أنه يمكن له ذلك أولا بالاتصال ثم بالمؤسسة الصحية القريبة أو بالخط الساخن الموضوع لذلك في مثل هذا الفيروس كورونا ثم بعد ذلك سيعطى التوجيهات والتعليمات دوره هنا أن يتقيد لا يتهاون ولا يبالغ أيضا فالمؤمن مطلوب منه أن يكون عدلا مع نفسه ومع غيره ومقتضى العدالة هنا أي أن يكون معتدلا قصدا وسطا فلا يبالغ في ردة فعله كما أنه أيضا لا يحقر من شأن هذه الأمراض فيغدو بعد ذلك سببا في نشر مرض في المجتمع ولو كان ذلك بحسن نية منه ثم إذا ثبتت إصابته بالمرض ففي هذه الحالة نقول عليه أن يتقيد بالتعليمات الطبية الصحية التي يعطى إياها ولا يجد في نفسه حرجا من تخلفه عن الجماعة وعن الجمعة إلى أن يمنى الله عز وجل عليه بالشفاء نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والشفاء لنا جميعا آمين